محمود أول حاجة هسألها طبعاً إيه اللي خلاك تفكر أن أنت تعمل حاجة على السوشيال ميديا تكون بتساعد فيها الشباب؟ أولاً أنا خريج 2017 كل التجارة كان عندي وقت ما اتخرجت كان فيه مشاكل كبيرة للناس أول ما بتتخرج بتكون تايها في سوق العمل من لاقي وظائف كتير ظهرت وبسبب التطور التكنولوجي بقى فيه وظائف كتير عن بعد فأنا كان عندي هدف اللي أنا نفسي أسهل على الناس الطريق اللي أنا أعدت أخبط فيه بشكل كبير على السوشيال ميديا فكان عندي هدف اللي أنا ليه ما أعملش مجتمع إيجابي على السوشيال ميديا أقدر أساعد بيه الناس بشكل كبير لهم أقدروا ويتطوروا من نفسهم كان وجهتني شوية مشاكل في الأول اللي أنا يعني مش كل الناس ما ما بكون بادئ فكرة بتكون مؤمنة بيها بشكل كبير أو تقدر تساعدك فإحنا كنا زي يعني في البداية زي كشافة كده بنحاول ندور على إيه الحاجات اللي الناس ممكن تدور عليها أو مين الناس اللي أنا الواحدي مش هقدر أعمل حاجة فربنا كرم بعدك كتير من الفقرات اللي إحنا بدأنا في أول حاجة في الجروب بدأنا باربع فقرات بس بدأنا الحمد لله الجروب دلوقتي في 150 فقرة على مدار الإسبوع غير اللايفات الإسبوعية اللي بيكون موجودة الفقرات دي عبارة عن إيه بقى؟ الفقرات دي إحنا عاملينها فكرة الجروب بشكل كامل هي زي برنامج تلفزيوني البرنامج ده بيكون مثلا الصبح في رسالة تحفيزية في نص اليوم في تحديات بيبقى فيه حد عايز يتعلم أسباني حد عايز يتعلم ألماني على حسب اللغات دي كلها منحاول أنا فكرتي أول ما بدأت الجروب كانت مثلا الناس كتير بنزل لهم كورسات لتعليم الأسباني فنحط لهم متيريال كتير أكتر من كورس وأكتر من محتوى فالناس بتسجل كسيف بوست بشكل كبير وفي الآخر ما بترجعش لده فبيكون في تسويف فأنا كان عندي هدف ليه ما عملش إنه يكون فيه معلومة الناس تخدها في آخر اليوم تقدر تتعلم فمن هنا كنت بس تضيف مثلا حد مثلا الستراكتور أسباني أو حد بيعمل حاجة طب إيه رأيك الكورسات اللي احنا بنزلها دي أنا عايزة كل يوم تيجي تديني مثلا كلمتين أو تدي ملخص أو زي الناس تقدر تذاكر لوحدها الحاجة زي كده فالناس بتشوف إن ده بوست عادي مجرد بوست عابر مع إن أنا بكون مثلا متفق معاه إن هي سلسلة على مدار شهر كامل أو على مدار ثلاث شهور ففي آخر اليوم الناس بتطلع بمعلومة فتقدر مستفيدة بشكل كبير في الجزئات بس في الجروف فيه فقرات بعبارة عن اليوم كامل على مدار الأسبوع لغات حاجات ليه علاقة بتنظيم الوقت حاجات إزاي الناس بقدروا تقدر تحفظ قرآن إزاي تقدر تحل مشكلة التسويف بيكون فيه لايفات على مدار الأسبوع كل ده سعب بيكون فيه مختصين بنحاول نتواصل معاهم بس أكيد عشان وقتهم ما بنكونش عندهم وقت بشكل كبير فالناس دي بنستضيفها كلايف في الجروف تيجي تحكي تجربتها وتنقل خبراتها للناس وناس تانية بيكون نفسها تعمل حاجة زي الكونتينت اللي بيكون موجود دلوقتي بنشوفها على تيك توك وفي أي منصة الناس دي بتدي فاليو للناس فبنحاول إحنا نحط كل المحتوى المفيد ده في مكان واحد الناس تخرج في آخر اليوم بمعلومة مفيدة لها بس